السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طلاب الصف الثالث اليوم إن شاء الله وصلنا عند الدرس الأخير في مادة التربية الإسلامية سورة العاديات سورة العاديات وعدد آياتها 11 آية رح نقوم بتلاوة الآيات ونفهم معاني الآيات الكريمة ومطلوب مننا حفظها غيما أول شيء يا ثالث رح نقوم بقراءة الآيات الكريمة انتبع أنا وإياكم ونقرأ مع بعض أعوذ بالله مشتر رجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة إن الإنسان لربه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير نقرأ الآيات آية آية أردوا نشترجين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحة والعاديات ضبحة هنا المعنى المقصود في الآية الكريمة هنا أقسم الله تعالى بالخيول اللي هي العاديات ضبحة اللي هي الخيول أي خيول الخيول المسرعة اللي بتصدر أصوات وهي تركض التي تجري في المعركة وهي أي معركة اللي هي الجهاد في سبيل الله إذن المقصود أقسم الله تعالى بالخيول اللي بتصدر أصوات قوية من خلاله التي تجري أي هي تركض للذهاب إلى المعركة للجهاد فالموريات قطحة هنا أيضا أقسم الله تعالى بالخيل التي اللي هي من كثر اللي هي السرعة إيش اللي هي بتخرج الشرر من حوافرها اللي هي بتخرج الشرر من حوافرها فالمغيرات صبحة هنا صبحة اللي هي بتبين بدء المعركة اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب لي المعركة في الصباح الباكر اللي هي في وقت الصباح فأثرنا به نقعة فأثرنا به نقعة هنا الله تعالى وصف الخيول الجارية اللي هي بتثير ايش بتثير الغبار وهي التجري اللي هي بتثير ايش الغبار بتثير الغبار فوسطنا به جمعة هون اللي هي الخيول اللي بتتوسط بين الاعداء فوسطنا به جمعة اللي هي الخيول التي تتوسط بين مين جمعة اللي هي بين الاعداء في ساحة القتال بين الأعدال اللي هي دخل الخيول في وسط اللي هي جمعة اللي هي في ساحة القتال دخلت بين الأعدال إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان إلى ربه لكنود هنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يجيب على القسم إن الإنسان الإنسان ينكر نعم الله تعالى عليه لكنود إن ينكر نعم الله تعالى عليه النعم اللي بيعطينا الله سبحانه وتعالى للإنسان هو بنكرها ويتذكر بس المصائب يتذكر المصائب وبنكر نعم الله تعالى عليه وإنه على ذلك لشهيد والله سبحانه وتعالى على ذلك التصرفات من أقوال وأفعال اللي هو إيش شهد وإنه لحب الخير لشديد إن الإنسان هنا المقصود في الآية الكريمة الثامنة اللي هي رقم ثمانية إن الإنسان حب الشديد لماذا؟ للمال لحياة الدنيا الإنسان يحب حياة الدنيا والمال حب شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور هنا أفلا الله سبحانه وتعالى يقصد في هذه الآية ألا يرى الإنسان ماذا ينتظره إذا بعثر ما في القبور أي هي يوم القيامة ألا يرى الإنسان ماذا ينتظره وحصل ما في الصدور وهو سوف يظهر ما في الصدور من أمور مخفية من أقوال وأفعال إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله سبحانه وتعالى عليم يعلم ما في الصدور من أقوال وأفعال تمام يا ثالث طيب إذن هنا أقسم الله سبحانه وتعالى بماذا بالخيول اللي بتجري للرهاب إلى الغهات في المعارك في وقت الصباح طيب خنا نشوف المعاني للكلمات والعاديات ضبحة هي الخيل المسرعة التي يسمع صوته تنفسها في الموريات قطحة الخيل التي يخرج الشر من حوافرها نقع غبارة فوسطنا به جمعة دخلنا وسط الأعداء لكنود ينكر نعم الله تعالى ينكر نعم الله تعالى طيب زي ما حكت لكم نتدرب على تلاوتها وحفظها غيبا يا ثالث ولكم المزيد من الأجر والثواب عندي النشاط بدي منكم النشاط هون الموجود صفحة واحد وخمسين نشاط الأول والنشاط الثاني بدي اللي هو منكم واجب النشاط الأول بتذكر اسم من أسماء الله تعالى أشارت له سورة العاديات بدي اسم من أسماء الله تعالى التي ذكرت في الآيات والنشاط الختامي اللي هي بتوصل النقاط من واحد ل اللي هي موجودة عندي لتسعتاش لعشرين بتوصل بتبلش من واحد لعشرين اللي هي صورة الخيل الموجودة ننتقل للأسئلة صفحة اثنين وخمسين أكمل كتابة الآيات الكريمة غيبا أعوذ بالله نشترجين بسم الله رحمن رحيم هاي كمان بتدربكم على كتابتها وحفظها غيبا والعاديات ضبحة والعاديات ضبحة والعاديات ضبحة والعاديات ضبحة عيدها ثلاث مرات الآية بتحفظها يا ثالث فالموريات قدحة إذن الآية اللي بجانبها فالموريات عاي دلت على ألف قدحة فالموريات قدحة فالموريات فالموريات صبحة فأثرنا به نقع فوسطنا فوسطنا به جمع فوسطنا به إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يوم إذن بخبير السؤال الثاني أصل بين الكلمة في العمود الأول والمعنى المناسب في العمود الثاني والعاديات ضبحة أي الخيل المسرعة التي يسمع صوت تنفسها فوسطنا به جمع دخل وسط الأعداء في القتال نقع غبارة سؤال سؤال رقم ثلاث أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي معنى كانود في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكانود هو بإنسان الإنسان الذي ينكر نعمة الله تعالى معنى قول الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد أن الإنسان كثير الحب لأولاده وأقاربه ولا المال وجمع ولا فعل الخير إنه لحب الخير شديد للمال وجمع حب الإنسان للمال خير دائما ولا شر دائما ولا خير إذا استخدموا في طاعة الله تعالى خير إذا استخدموا في طاعة الله تعالى سؤال أربعة أكتب الآية من سورة العاديات التي تدل على أن الله تعالى سيحاسب البشر الله تعالى سيحاسب البشر يوم القيامة اللي هي إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربهم بهم يوم إذن لخبير يوم إذن إن ربهم بهم يوم إذن لخبير اللي هي بالدل على أن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب البشر طيب هيك ما نكون خلصنا مادة التربية الإسلامية ثالث إن شاء الله يا ميسي تكونوا استفدتوا ويا رب تكونوا وصلت لكم المعلومة في أبسط ما يكون وإن شاء الله بنرجع بنشوفكم الله بجمعنا معكم على خير وسلامة ويعطيكم ألف عافية